دوري أبطال أفريقيا ده الشغل الشاغل ليه دادي الزمالك لأن دي بطولة مهمة جدا 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 بالنسبة للزمالك طولة كبيرة جدا فيها جواز مالية كتيرة وفيها كاس عالم أندية وفيها مجد بقى تخيلوا معايا مثلا يا جماعة جمهور الزمالك الجميلة بتفرج عني دوقتي يعني تخيل انت بسا واخ خدت الكونفيدرالية وخدت السوبر الأفريقي وخدت أدوري أبطال أفريقيا ايه دا؟ ايه ايه يعني ايه بعد كده يعني؟ ده انت كده تبقى انت وصلت المحر انت اسمعتها ليه منصور؟ اه ده هو اللي ده صحيح بقى زي ما وانت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملولك ايه انت بطولة دور أبطال أفريقيا والكونفيدرالية والسوبر الأفريقي أقوى ثلاث بطولات في أفريقيا لم ولن يصلها نادي أفريقي يا جادع والله العظيم يا جادع ده انت هاي الله العظيم يا جادع والله انت جرالك انت سافرت بلاد برا ولا عملت ايه انت ولا ربت فين ياه خيال بقى كده فانت بتتكلم فيه نادي هيخش بقى منطقة تانية البتولات القرية وفيها مجد بقى يعني نعمل ايه يعني انت لو خدت مثلا بدولت افرقاني يبقى انت واخد تلت بتولات قرية اما انت واخد تسعة قرية وما خدت هاي ده انت وصلت يا جدع والله الف مبروك يا مورس والله انت مفروض ما تعدش معنا بقى تروح تقابل الناس اللي جاية من برا دي وتقول لهم ع الكلام اللي هم مش عارفين والله العزيزة الف مبروك